ترجمة نانسي قنقر بجد يعني مش عاد احنا في حالة جفاف ادمين. بعد ان شفت النهار ده كم الشعراء والأدباء اللي موجودين احنا عندنا يعني فقط ورهيبة جدا 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 محتاجينها بجد محتاجينها في مدارسنا محتاجينها في الاعلام نحتاجينها في يعني حالات جيدة جدا. الكلام ده ازاي عمل? ما سمعت الافطان ده عينز هي ده الاستاذ قعد يتكلم. انا قاري عنه. بس لما شوف واحد من القصول ده الواحد دفع جدا جدا. يعني قاري عنه ده كويس. لما شوف استاذ مان فاضل يتكلم قصيدة يعني. اربع صفور. بس مخلصين الموجود كله. ده في حالات كتير واحد عايز تسمعها. بجد يعني اه اه عندنا فعلا جفاف في جزر. نسمعناش. حاجات دي نفسنا نسمعها. لكن انا عبدع عن المستاذ ده. حبيبي. هو طهي انا اه على فكرة عن ان شاء الله بإذن الله بإذن الله. ان كان لنا في العورة بطية بإذن الله في اي فعالية انا موجود معكم بإذن الله تعالى. اشانا في اي موضوع على فكرة. يعني بخاطر الله تعالى اي موضوع انا موجود معكم. وقادر على انها اتحدث بإذن الله تعالى. حتى اللي نعمل المستاذ ده بقى. اتقادت. لانه هو جاسبت واحد. انا يعني لو بصدت التليفوني حتلاقوا تقريبا من عشرين فبهم الصور لي. معاني. معاني البطل البطل البشير محمد بصير فانطر. صراحة. انا بحشاه. بحشاه السببين. اللي خلاني حبيته اكتر 2011-2012. ليه؟ انا بعتبر كم اصعب من حقه الدولة. كان اصعب من سبعة وستين. بجأة. ان الراجل يقصل بينا لبر الامان. بدون ما الدولة المصرية تنهار. لأ. انا راح تدروا انا راح تدروا انا راح تدروا كده. من اعصب من تولوا قيادة الدولة المصرية عبر تاريخنا من ايام الملك بينا لضيط النهار. راجل حكيم. وده ليه؟ لانه اصوله اصوار. اصواره. 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 اصواره اصواره اصواره. انا اعزر لكم على حاجة بقى. المضرب المشير محمد حسين ضباوي. خصته بدأت ايه تب. في معركة لما بقولها للولاد. عشان ما حاكس بيقوله الامر. فبيتريقوا. معركة المزرعة الصينية. انت تعرفوا لمعركة المزرعة الصينية. دي كانت نقطة تفاصيلة في حاجة بقناة. وسبحان الله. الفرقة ستاشر. دي كان احد ابطارها المشير التطور. وقتها كان لسه بربة عميد. لما هنا. الفريق اول سعد الدين الشاسلي. اقرر الرئيس السادات. ان هنا في عملية راس الغزاء. ان هم هيعبروا للدفة الغربية. عشان يطوّقوا الجيش التالي. ويحصلوه. ولازم نرحق. نقفل المنطقة دي عند البحيرة المرة. اللي بنسمناها تقفل سوار المنطقة دي. فهنا نبحث مين لكل الفرقة عبر الجروب. فقال له لا لحنا عندنا فرقة مشكلة. في الاسطاشر فيها مجموعة مدفعية. انسى. مين اللي ماسك في الفرقة دي كان احد اضطارها العميد محمد حسين طنطار. محمد حسين طنطار يخد فرقته وراح عند منطقة دفر سوار في المقدمة بتاعتها كده. وقال رجالته ما فيش واحد يولح سجارة. لا ليل ولا نهار. فاتعجبه. يعني ما نولح سجارة. ده عزاكر عزيمش نوسة جاية. ده عزي يكون الحارة. قال لو بس كدرة في الليل هتكشف الجريد كلها. ده. سيوا العدو يتقدروا. اعزلهم. بسوا اعدلوا نفسكم ميتين. مش نايمين. كل في الحفر بتاعتك. ونام. تعمل نفسك نايم. تحضر العدو وعدل ودفق سيوا عدل قد يدخل في العرض. بالفعل. بالفعل. بالفعل سبوهم وكان من قالتوا بيهم شارة وقتها لعبوا باعليه بتكليف من اداة في الجيش الجنوب ان يعدوا بيه. وبالفعل سبوهم لما داخلوا. كان معاهم حوالي تنتمين كندي صهيوني ومعاهم اكتر من عشرين دفاة في المدرعات والمجفعية اللي معاهم. ادر هذا البطر. ان يكلم قدوده كان مدربه. ازاي تصدق الدبابه بسرعة جدا. كان مدربه. تصدق ازاي مدربه من قنبلة الدبابية واتنطر سرعة مدربه وكان مدربهم تماما. فهنا واحد من قدود دول كان حيجانج على الصدار رائي طريق. او تكلم قنبلة وراع الدبابة. ومع الصدارة فرفع اللي ايه ايه اطار بتاع الدبابة. اه الدود الاسرائيلي مدربه سبيل. رمانهم قنبلة وفكرهم الله ايه المهم مشاهد. فجل مرة واحدة ان المنطقة تحولت لكتلة كلها. لدرجة بدأ يجري تدبقته. وايه? الاجنيحة بطوروا بادوا يؤمنوا. وانساعدوا وسنوه للدرحة وايه? القتلة بتاعهم. الصبح من قدر الطباب ده خدمهم. عايزين ينوروا على الدرحة بتاعهم او المصابين. وانقضى عشان يسعبهم. لكن قدرنا في الوان ضيوف والمرصار. ما نسحبش تنطوي بعد ما دفلت فطة الاسرائيلية ويخلقوا بالزبط مية وعشدين قاطين من الترطبية. يضي الدرحة وانسحبوا شارعين وغيرهم ديون. هنقدر نعطي من هنا. الكلام ده? طبعا اني سمى المنطقة دي المزرعة الصينية هكما مشاهدة. هي جاءت مزرعة يابانية المزنص للياباني. فما كانوش متركبين ده مش عارفين اليابانين للصينية. واطلق عليها فيه وصائقيات الجيش الصهيوني اللي هي المزرعة الصينية. انشعر اسم الضابط لها تنطوي. لا ده يرسل القيادات بسرعة الاسم لها دول. فقالك ان الاسم ده يتقاتل مع الجيش التالي ويبكن دي من اخطاء اللي ارتكبناها. ان كان لازم تنطوي وقعدوا فرقتوا في المنطقة دي. لما عرفوا ان الكرطار انسحبت وبدأ التكمل مع الجيش التالي. بدأت امر الصناح امريكي يصور المنطقة تاني وقدموهم الصور عشان يركعوا بقى المرة التانية بالروس كبالي جاهزة. عشان يعافوا يقرب المخيرات المرة عشان يعجبوا الله سورة ما بين يوم اربعتاش ويوم خمستراشر. فبحية تقدير للططر. الططر المشير محمد حسين طبطوي اللي هو فعلا اخطر كل مصر كلها وتابع على الوزن.